قال حدثنا عبد الصمد وسريج قال حدثنا ملازم بن عمر حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبن حدثه أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينيه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فلما انصر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين أنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال ورأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أستقبل صلاتك صلاتك فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف قال عبد الصمد فردا خلف الصف حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو عبد الله الشقري قال حدثني عمرو بن جابر عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه فذكره حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أيوب بن عطبة قال حدثنا عبد الله بن بدر قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن شيبان السحيمي قال حدثني أبي فذكره قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيسي بن طلق عن أبيه طلقي بن علي قال قال لدغتني عقرب عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فرقان ومساحها أبي 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 أ